اهلا ومرحبا بكم. بحلها جديدة كده من مراجعتنا النهائية. وهي اخر مراجعة ان شاء الله ومراجعة الانتحان. اه النهاردة هنتكلم عمالك الدراسات الاجتماعية كله او الاهم الاسائلة اللي بتيجي في الانتحانيات او اللي ورد قبل كده او حتى الشكل الانتحان بيعمل ازاي. هنعرف كل دوت ان شاء الله بتفصيل. طبعا اه الناس كل لها زاكرت الناس كلها تعبت الترمي كله. ربنا يا رب يوفقكم كده في الاول وان شاء الله تبقى كل الانتحان يكون يا رب اه ان شاء الله عسير اه ما يكونش عسير عليكم يكون ان شاء الله يسير عليكم كلكم. ان شاء الله تخشوا وتعرفوا وتحلوا كويس جدا. اه نهتم بس بالاسئلة اللي هتقال ونراجع كويس جدا ونهتم بكل حاجة عشان تبقى عارف بس شكل الانتحان بيعمل ازاي. اول حاجة بالنسبة لنا اصلا بنتكلم معنا في الامتحان وهي اعتبر المصدر الرئيسي بالنسبة لنا او اي سؤال سابق بالنسبة لنا هو سؤال الخريطة. طبعا درست في الجغرافيا الكارات كلها بكل الاسئالي اللي بتيجي عليها يعني الاقلية الملاخية بالحدود الحدود الطبيعية بتاعتها سواء كتب حار او كتب جبال. اشكال التدريس اللي موجودة. اه حتى سلالات انواعها ايه? ايه اشهر الاقلية الملاخية اللي موجودة وايه اللي مش موجود? كل ده مفترض ان انت تبقى عارفة. طيب انت المفترض كده مراجعة سريعا كده تفقرك بكل حاجة اول كارة بالنسبة لنا هي كارة اسيا واللي هي كانت اكبر كارات العالم. وقلنا ان هي كان بيبقى موجود فيها ده بيضم بمر فيها دائرة الاستواء ومدار السرطان والكارة القطبية الشمالية. يعني بيمر فيها اكتر من دائرة عرضة رئيسية. وكان يخد بالك ان على طول بيجي قل لك ان الكارة اسمها كارة اسيا دي بيتنوع فيها المناخ. وده بسبب باختلاف الموقع الفلك بتاعها لان هي متساحتها ايه كبيرة. طيب اول حاجة بالنسبة لنا هي كارة ايه? اسيا. كارة اسيا بيقول لك ان بيمر فيها اصلا دائرة الاستواء رقم واحد. رقم اتنين مدار اسمه مدار السرطان اللي هو رقم اتنين على الخريطة ده. تلاتة هو الدائرة القطبية الشمالية ودي اللي موجودة في شمال كل من. شو تبقى عارف دائرة القطبية الشمالية موجودة في شمال اسيا وشمال اوروبا وامريكا الشمالية. طيب كمان بيقول لك ان بيمر في شمالها محيط كطبي شمالي. وفي جهة الرقم خمسة اللي هي جهة الشرق بيكون فيها محيط محيط الهادي. طيب ستة في الجنوب محيط هندي. وسبعة اشهرها بحر مغلب. وده من اشهر البحار اللي تواخدوا من قول عدادة دي هو بحر قزوين. طيب الجبال اللي موجودة فيها بيقول لك اشهر جبال او اعلى قمة جبلية موجودة فيها هي جبال الهملايا. طيب الجبال برضو اللي منتشرة فيها هي جبال توروس. وخد بالك علشان بيجي يقول لك اين تقع جبال جبال توروس. المفترض انك تبقي عارف ان جبال توروس من اشهر الجبال اللي موجودة فيه تركيا. اما جبال زاجرس اللي هي رقم عشر على الخريطة دي. اللي هي في المكان ده كده. بيقول لك ان هي بتوجد في دولتاي العراق وقراء. طيب بالنسبة لهضبة التبت. هضبة التبت تعتبر من سقف العالم. وده سؤال مهم جدا وبيقرر في اللي بتحانية. بيجي يقول لك بما تفسر تعرف هضبة التبت تسقف العالم. وده هنعرف اجابته بعد كده. طيب كمان من ضمن الحاجات اللي لازم انت بقى انت عارفها. هضبة الايه? الدكن. هضبة الدكن تعتبر او توجد في وسط الهند علشان برضو بيجي يقول لك اين تقع كلا من. هضبة الدكن هتقول له الظاهرة توجد في كرة اسيا. وهي تعتبر من اكبر الايه? الكارات اللي موجودة فيها وابتقع في دولة الهند او في الوسط الهند. طيب بالنسبة كمان له الهضبة اللي بيسموها هضبة الشبية الجزيرة العربية اللي معظمكم بينساها. وده هضبة موجودة في الجناح او في الجهة الايه? الغربية. لان هي بتقع في جنوب غرب كرة اسيا وهي بتعتبر جنوب الشبية الجزيرة الايه العربية. طيب السهولة اللي بتفقد اهميتها هي سهول سايبري رقم اربعتاشر. الرقم اربعتاشر بتنقسم عندنا لتلات انهار. اوب وينسي ولينا. تعالنا نعرف كده خمستاشر هي اوب. في النص هي ينسي. اللي هي ستاشر بتبقى ينسي. بعديها على طول سبعتاشر بتبقى لينا. فانت حفظهم اوب ينسي لينا من من ايدك الشمال ليدك اليمين. يعني من جهة الارب الجهة الشرق. هتمشيهم كده الاول اوب التاني ينسي والتالت لينا. طيب بالنسبة بقى لانهار زي نهر السند. قالك ان نهر السند بيسب فيه المحيط اللي بيسموه المحيط الهندي. ومنه للحجي العربي. ودي من ضمن الحاجات اللي برضو تبقى انت عارفها. طيب ده نهر دجلة والفراط اللي موجودين في العراق. وانت عارفهم برضو من بدري. اللي فوق على طول شبه الجزيرة العربية. طيب الاكليم المناخي اللي منتشر جدا هو الاكليم الموسمي لانه بيوجد فيه الهند وشبه جزيرة الهند السينية وموجود معظم اجزاء من كرة اسيا. طيب دي الكرة الاولى. طيب الكرة التانية هي كرة افريقيا. طيب الكرة اللي هي كرة افريقيا دائرة بتاعتها هي اسمها دائرة الاستواء. ودي بيتمر في وسط كرة افريقيا لانه ممكن يجي يقول لك. طيب مر دائرة الاستواء في جنوب اسيا ومسلا في منتصف افريقيا. طيب ممكن يقول لك في شمال افريقيا. لا هي في منتصف ايه? كرة افريقيا. يعني في الوسط. كمان بيقول لك من من المدارات اللي منتشرة جدا عندنا هي مدار السرطان ودي دائرة عرض رئيسية بتمر في شمال كرة افريقيا. بالتحديد في جنوب مصر. طيب من ضمن الاجزاء كمان اللي بيمر عندنا هو مطار الجدي اللي بيمر فيه الجنوب من كرة افريقيا. طيب المحيط التالت اسمه المحيط رقم اربعة هو المحيط الاطلنطي. خد بالك علشان بيجي سؤال على المحيطات دي وهنعرف هو ليه ده برضو احنا بالحال. المحيط الهندي قال لك المحيط الهندي ده برضو موجود في جهة الايه? الشرق. طيب البحر المتوسط موجود في شمال كرة افريقيا وهو برضو نفس الجزء اللي موجود في شمال مصر. طيب مضيق قال لك هو من اشهر المضيق مضيق باب المندب. وعلشان ما تنسهوش اعرف لما تيجي عند البحر الاحمر يقول لك مضيق باب المندب فهتقول له هو باب باب البحر الاحمر. يعني ايه الباب باب للبحر الاحمر? يعني الباب اللي هو مضيق باب المندب هو بوابة البحر الاحمر من جهة الجنوب. طيب الجبال برضو او المضايق التانية زي مضيق جبل طارق وده برضو من تاني اعدادي لانه بيجي يقول لك طب انت يا مستر بتقول لنا ليه مضيك وهو اصلا مش عندنا في المنهج لأ عندك. يجي يقول لك يفصل اليابس الافريكي عن اليابس الاوروبي. مضيك نقط. فهي محتاج مضيك جبل طارق. ممكن يجبه لك على خريطة زي ما شايف قدامك. كمان بيجي يقول لك كده من الجبال اللي منتشر عندنا فيه شمال غرب هي جبال اطلس. طيب جبال اللي بعد كده هي جبال البحر الاحمر. ودي من اشهر الجبال اللي موجودة على ساحل البحر الاحمر. طيب الجبال زي جبال دراكنزبرج قالك دي موجودة في الركن الجنوبي او اقصى جنوب القرقة ايه? افريكيا. طيب كمان بيقول لك ان هضبة من اشهرها هضبة ايه? هضبة اسيوبيا اللي تعتبر لها منبع او يعتبر مصدر رئيسي لمياه نهر النيب. هضبة زي هضبة البحيارات الاستوائية. ودي هضبة وتنتشر جدا في وسط القرقة. ويعتبر من ضمن الهضاب اللي لها برضو فضل اولية ارجع لها الفضل في جريان نهر النيل اللي ايه? لمصر. هضبة الجنوب افريكيا هي توجد في جنوب القرقة. بيجري فيها نهرين زي نهر المبوبو ونهر اورنج زي ما انت قلت كده كده. طيب بيجي يقول لك كمان من ضمن الهضاب اللي موجودة او الجزر اللي موجودة زريب مدغشكر. والنهر المشهور طبعا عندنا في مصر هو نهر النيل رقم ستة عشر. طيب سبعتاشر هو نهر النيجر. ونهر النيجر هو من اشهر الانهار اللي موجودة عندك بيسوب في خليج غنيا. ونهر اسمه نهر الكنغو برضو ده بيسوب في المحيط الاطلانتي اللي هم بقى رقم تمنتاشر. طيب بيجي يقول لك كمان بعد كده في عندك نهر اسمه نهر اورنج. ونهر اورنج هو نهر من الانهار اللي موجودة في جنوب افريقيا. اللي هو نهر التحدي ده. وبرضو ده بيمر به هضبت اجنوب ايه? افريقيا. طيب نهر المبوبو. نهر المبوبو من اشهر الانهار اللي موجودة عندك وبرضو بيقطع هضبت جنوب افريقيا زي ما انت قلت كده جدع. طيب كمان بيقول لك ان في اقليم اسم الاقليم المناخي اللي هو الاقليم المناخي الايه? الاستوائي. طيب اشهر الاقليم المناخية اللي موجود عندك هي اقليم اللي بيسموه اقليم بحر المتوسط. يبقى انت عارفت كده ان الاقليم عندك زي اقليم مناخ البحر المتوسط وكليم مناخ الاستواء. طب الاستواء بالقرب من دائرة الاستواء. اما بالنسبة للاقليم بحر المتوسط فهو في شمال مصر. طب تمام. كرة التالتة هي كرة اوروبا. وكرة اوروبا بيقول لك ان تمتد فيه المحيط الكتب الشمالي. لان انا اقل لك من شوية ان المحيط الكتب الشمال والدائرة القطبية الشمالية متمر بكل من اسيا واوروبا وامريكا الشمالية. طيب اشهر البحار هو ارباح اللي ايه? المتوسط. طيب المحيط قالك هو المحيط الاطلنطي. اللي هو رقم اربعة. رقم خمسة جزيرة اسمها جزيرة ايسلندا. ودي من ضمن الجزر لان بيجي اقول لك برضو تقع جزيرة ايسلندا في كرة خليك عارف ان هي اوروبا. وبرضو معاها جزيرة بايه بريطانيا. لحد هنا في مشكلة. تمام? نركز شوية واحنا معا بعض. طيب جبال القلب من اشهر الجبال اللي موجودة. سلسلة جبال اسمها جبال القلب. ودي اللي انت عارف ان هي بتنقسم لجزئين. جبال اسمها جبال القلب الدينارية. وجبال اسمها جبال البرانس. البرانس موجودة في شمال ازباني. فوق هضبة الميزيتا على طول. اما جبال القلب الدينارية موجودة في شبه جزيرة البالقان. اللي هي رقم سبعة اللي قدامك دي. طيب رقم تمانية اللي هي جبال البرونس اللي انا قلت لك موجودة فوق هضبت المزيت فكده التسعة تبقى هضبت المزيت لاني هضبت المزيتها تحت فوقها على طول جبال اسمها جبال الايه? البرونس. طيب رقم عشرة هضب موجودة في فرنسا او في وسط فرنسا فاسمها فرنسا الوسطى. حداشر هو نهر اسمه نهر الراين. نهر ايه? الراين. طيب بحر التالت اسمه بحر الشمال. يبقى انت عرفت كده ان نهر احداشر هو نهر الراين. فانا كاتب لك فوقي ان هو برضو بحر اسم بحر الشمال. فانت تعرف ان الراين بيصب في بحر الشمال. طيب تمام? نهر الدانوب. نهر الدانوب من اشهر الانهار اللي موجودة عندك. وبينب وبيصب برضو نهر الدانوب ده فين? قال لك بيصب نهر. ايه الدانوب? في بحر هنا اسمه البحر الايه? الاسود. طيب اربعتاشر البحر الاسود. خمستاشر نهر اسمه نهر الفلجة وهو اطول انهار اوروبا. وبيصب في البحر المغلق اللي احنا اقلنا اسمه اسمه ايه? كزوين. كمان السهل اللي بيسموه السهل اوروبا العظيم. وده من اشهر السهول الفائضية اللي موجودة في كرة اوروبا. ليه? لتربطه الخزبة. وهنعرف ده برضو لما نيجي نحل دلوقتي. طيب ماضي الجبل طارق. من اشهر المضايق ما احنا اقلنا ماضي الجبل طارق بيفصل ما بين كرة اوروبا وكرة افرفيا. طيب جبال اسمها جبال القرال ودي الفاصل ما بين كرة اسيا وكرة اوروبا. يبقى احنا عرفتنا كده ان الفاصل بيكون ما بين كرة اسيا وكرة اوروبا هي جبال اسمها جبال القرال. طيب الاقليم المناخ المنتشر ومعروف جدا هو اقليم مناخ البحر المتوسط واقليم الاخير هو اقليم التندرة اللي في شمال كرة اوروبا. طيب دي كده كرة اوروبا. طيب كرة امريكا الشمالية بيقول لك ان كرة امريكا الشمالية هي كرة فيها اكتر من رقم يعني اكتر من رقم. يعني فيها اكتر من ممكن مدلول ييجي على الخريطة. ليه? لان الكرة دي معظمك وبينساها. هي وقرة امريكا الجنوبية وقرة استراليا. طب تعال نيعنا في كده واحدة واحدة. الكرة الاولانية اللي هي قرة امريكا الشمالية هي الدائرة اللي بيسموها الدائرة الكوتبية الشمالية. واحنا لسه عارفين برضو ان اوروبا واسيا وامريكا الشمالية بتمر في شمالها الدائرة اللي بيسموها الدائرة كتبية الشمالية. طيب المدار اشهرها مدار اسمه مدار السرطان. طيب المحيط قالك عندهم محيط رقم تلاتة محيط كتب شمالي. رقم اربعة المحيط. قالك الرقم اربعة عن محيط الاطلنطي. واخد بالك ان الاطلنطي بيفصل كده بين اربع كرات. اربع كرات اه طبعا. انه بيصل ما بين. هو مفترض ان المحيط الاطلنطي موجود في شرق. في شرق? اه موجود في شرق الامريكتين. وفي غرب كرة اوروبا وكرة افريقيا. فيجي يقولك كده يعتبر المحيط الاطلنطي. يعتبر المحيط الاطلنطي. في غرب نقط. في غرب يعني هو كده عايز هو مين في الغرب منه? هو كده في غرب مين? هو كده في غرب اوروبا وغرب افريقيا. طيب في الشرق اللي كل من هتقوله امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. طيب المحيط اللي بيسموه المحيط الهادي. وده اكبر محيطات اللي موجودة في العالم. وانت عارف كده من سنة أولى كمان يعني انه هو أكبر المحيطات الموجودة فيهن في العالم طيب الخليج بيقولك خليج اسمه خليج هتسون وده بيسب فيه نهر اسمه نهر نلسون طيب بيقولك كمان خليج المكسيك وده اللي بيسب فيه نهر المساسبي طيب جبال روكي من أشهر الجبال اللي هي موجودة عند الرقم 8 وأكثر هم تدادا الجبال التانية هي جبال روكي طيب الهضبة اللي بيسموها هضبة المكسيك بالقربة من منطقة خليج اسمه خليج المكسيكي في الجنوب خليج مكسيك وكمان جبال اسمها أو هضبة اسمها هضبة المكسيك طيب النهر اللي بيسموه نهر نلسون وهضبة لبرادور هضبة لبرادور بتقع فيه الجزء الشمال الشرقي الشمال الشرقي؟ آه الشمال الشرقي من أمريكا الشمالية فاسمها هضبة لبرادور أو لبرادور طيب نهر نلسون قالك من أشهر الأنهار اللي موجودة عندنا هي نهر اسمه نهر نيلسون. طيب نهر الانسون ده مشهور? اه مشهور جدا. ومن اشهر الانهار اللي موجودة عندك. طيب اللي انا قلت لك من شوية انه بيصب في خليج هتسون. طيب نهر الميساس بي قلت لك من شوية انه بيصب برضو في ايوان خليج المكسيك. طيب نهر سانت لورانس بيصب في نفس الخليج بتاعه وهو خليج سانت لورانس. يبقى نيلسون في هتسون. نيلسون بيسبب في هيتسون. طيب بيسبب في سانت لوورانز. طيب الميسيسبي بيسبب في خليج الميكسيك. طيب الاقليم المنتشر الموجود هنا اصلا كله اقليم غرب ايه? غرب اوروبا. وده الاقليم اللي بتنسوا معظمكم. الاقليم التاني هو اقليم مناخ التندرة. طيب ده بالنسبة اللي بيسموها كرة امريكا الشمالي. تعال نعرف اخر كرتين موجودين عندنا في الخراط. اول كرة عندنا هي كرة امريكا جنوبية وهي قارة بتمر فيها دائرة الاستواء. ودي من الكارات اللي بتمر دائرة استواء فيها في شمالها. بيمر كمان فيها دائرة عرض رئيسية وهي مدهور الجدي. ومحيط فيها اسم المحيط الاطلانتي. ومحيط تاني اسم المحيط الهادي. كمان بيبقى اشهر البحور اللي فيها هو بحر اسمه بحر الكريبي اللي بيفصلها عن قارة امريكا الشمالية. ومحيط بعد البحر الكريبي جبال اسمها جبال الانديس. وهي من اكبر السلاسل الجبلية وما فيش غير هيعتبر في كرة امريكا الجنوبية بيجيبها جدا في اسئلة الاختيارة او حتى بيجي وقال لك ان تقع هضبة تقع جبال الانديز في كرة امريكا الجنوبية. من اشهر الهضاب برضو اكبرها مساحة هي هضبة البرازيل اللي هي رقم تمانية. وهضبة صغيرة جدا فوق اسمها هضبة جيانة وهضبة بتقع في الشرق من تقع في الشرق من جبال الانديز هضبة اسمها هضبة باتاجونية وبيجي هنا يقول لك تقصر الهضاب بالقربة من جبال الانديز وتقع جبال هضبة نقط في شرق جبال الانديز فبيجي تقول له اللي هي هضبة باتاجونية. طب من اشهر الانهار هي نهر الامازون وده اوسع سهول فايدية في العالم بسبب تعدد روافده. حتى لو انت لاحزت كده في المكان اللي احنا وقفين فيه ده هتلاقي فيه ان اكتر من رافد خارج من نهر اسمه نهر الامازون. عشان كده بيقول لك ان نهر الامازون هو اكبر الانهار اللي موجودة فين في العالم مش كطول. لا هي اوسع سهول فايدية. ليه يا عم ما اوسع سهول فايدية? انها بسبب تعدد روافد. الايه? النهر. طيب الانهار زي نهر ساو فرانسيسكو. ايه نهر ساو فرانسيسكو ده? ده من اشهر الانهار اللي موجودة عندك. وده اللي موجودة على رقم 11. طيب من اشهر الانهار برضو نهر اسمه نهر البلاتة. واللي اسمي تاني بيسموه بسهول البنباس ودي بتبقى تقع في هضبت او تقع في دولة الارجنتين وموجودة في امليكا الجنوبية. كمان من اشهر الانهار ونهر بارانا وباراجوي. بارانا هو رقم اتناشر اللي هو موجود على اللي تستعمل مشارئي لكده. طيب رقم 13 هو نهر باراجوي. طيب اربعتاشر ادي احنا كده عرفنا. لابلاتة وبارانا وباراجوي. ودي نهر اسمه نهر الاريانكو اللي موجود في اقصى شمال امليكا الجنوبية. واقليم المناخ اللي متميز في الكرة دي هو اقليم معادل شرق الكرات الصيني. طيب كرة استراليا من اشهر الكرات اللي موجودة عندك واصغرها. لان هي مدار اسمها مدار الايه? الجدي. بيمر بها محيط هادي. بيمر فيها كمان محيط هندي. ومن اشهرهم بحر اسم بحر ارافورا. وكمان خليج كاربنتاريا. اه اللي هو رقم خمسة. والخليج رقم ستة الاسترالي الكبير. ومضيق اسمه مضيق باس. وده من اشهر المضايك اللي ما بين الكرة وما بين جزيرة اسمانيا زي ما انت قلت كده. كمان بيقول لك تسع جبال اسمها جبال الحاجز الكبير. اللي هي شمالية وجنوبية. طيب اكبر هضبة موجودة في استراليا هي هضبة اسمها الهضبة الغربية. وكمان بيمر نهر اسمه نهر دارلنج. ولي قسمة تاني اسمه نهر ميري. طب افرقت زي ما بينهما اقول لك. نهر دارلنج هتحس ان هو لما يجبه لك يجبه لك جوة الكرة يعني بيتجه لايه? لجهة الشمال. لكنه داخل جوة الكرة مش عايز يخرج براها. طب نهر ميري هتلاقيه ببرا. يعني ايه برا? يعني بيحاول يخرج برا الكرة. هتلاقي جزء منه بدأ يقرب انه يخرج برا الكرة خلص لجهة الجنوب. طيب اليوكليم المنتشر في الاجزاء الشمالية هو الاكليم الموسمي. والاكليم المنتشر في الجزء اللي بيسموه الجزء الجنوب الشرقي. هتقول له ده اكليم الصيني. اكليم رقم خمستاشر اللي منتشر تحت خالص اسمه اكليم البحر المتوسط. ده كده اهم الخرائط اللي موجودة عندك. رب اكون قدرت ان انا فاتكم في الخرائط. تعالوا نشوف المالهب بتاعنا بيتكلم عن ايه? بص بقى. طبعا احنا عندنا العديد من المصطلحات اللي المفترض تبقى انت عارفها. بيقولك ان من المصطلحات اللي موجودة في الوحدة الاولى هي مصطلحات زي الدول الجزرية. والدول الجزرية هي دولة تتكون من جزيرة او اكثر. او قد تكون جزء من جزيرة. مثل جزر اليابان وجزر الفلبين وجزيرة بمتغشكر. كل دي جزر ممكن تقول ان هي امثلة على الدول الجزرية. طب اشهر جزيرة او اشهر دولة جزرية وعربية في نفس الوقت هي دولة الجزر الكمر. طب تمام? الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى موقع الفلكي تاني هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى قلنا الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طبعا الموقع الجرافي هو موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى. من بحار ومحيطات ودول مجاورة. التاني كده هو موقع المكان بالنسبة للاماكن المجاورة. اللي هي الاماكن اللي حوالينا. من بحار ومحيطات ودول مجاورة. طب موقع المكان بالنسبة لابس المياه برضو ينفع. جاب لي دي. جاب لي دي. وقلم المكسوب بكل منهما. او اكتب المصطلح المشارك اليه. وكذلك المصطلح ده او ده. اتنين واحد. طيب حوض النهر. اللي كلنا بننساه. هي الارضة التي يجري بها او يجري فيها النهر. وروافده. وتنحدر المياه اليها. ده بيسموه او بيطلقوا عليه حوض النهر. طيب الاكليم المناخي منطقة محددة على سطح الارض. لها خصائص مناخية معينة. من حيث حرارة رياح امطار ضغط جوي. يعني اي حاجة بتأثر في المناخ بيسموها على سر المناخ. طيب المنطقة دي مدام محددة سواء كانت يابس او مياه. ولها مناخ معين. بيسموه هي او بيطلقوا عليها هي ايه? قالوا بيطلقوا عليها اسم. حوض اه اكليم مناخي. يبقى الاكليم المناخي هي منطقة محددة من سطح الارض. لها خصائص مناخية ايه? معينة. طيب امريكا الجنوبية قال لك كرة تبدو في شكل اقرب للمسلس ويحدها من الشمال البحر الكريم. طيب او الكرة الكتبية الجنوبية بيقول لك ان هي كرة غير مأهولة بالسكان ومتجمدة. طيب البحر الرمال العظيم هو سهل صحراوي رملي. يمتد ما بين مصر وليبيا او ممكن يقولوا عليه سهل كلا نشوف. اكليم البحر المتوسط هو اكليم مناخي يقع في العروض المعتدلة. غرب القرتين بين دائرتين عرض. تلاتين لخمسة واربعين شمال وايه? وجنوب. طيب السافنة? السافنة تعتبر حشائش تنمو طبيعيا في العروض المدارية يعني فيها كده. بيقول لك ان يدفع درجة الحرارة واعناتا بتنمو بين من عشر الى تمانداشر في الاوكليم المداري والموسمي. ودي تعتبر حديقة حيوان طبيعي. فعشان كده يمكن استخدامها كحديقة حيوان طبيعية فيها حيوانات اكلة عجب واخرى اكلة لحو. زي النمور والاسود والفهد والزراف والافيال كل دي حيوانات موجودة في حشائش السافنة. طيب الاستبس? الاستبس هي حشائش تعرف في امريكا الشمالية بالبراري. وهي حشائش معتدة. بتزدهر بعدها بفصل الشتاء وده مع سقوط الامطار. وبتختلف في طولها. لكن تدرجها في طول بيعمل على غنى المراعي. يعني بيكون الدولة اللي فيها حشائش الاستبس بيكون غنية. مراعي بتاعتها بيكون غنية جدا يعني بيكون فيها وافرة في العلف الاخضر اللي بتقدر تتنمو عليه الاغنام والمعز. يبقى يفصل المحيط او الاسئلة كده اللي احنا نتكلم عنها بالاختيار يبقى يفصل المحيط نقاط بين الامريكتين وكلها من اسيا واستراليا. هتقول له المحيط اللي بيفصل بين الامريكتين واسيا واستراليا هو المحيط الهادي. طيب يبقى الامريكتين واسيا واستراليا ليه? لان اللي جنب الامريكتين من جهة الغرب هو المحيط الهادي. واسيا واستراليا من ناحية تانية هو الوحيط الهادي. طيب تعد قرد 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 ق اسيا عن افريقيا يبقى بحر احمر يعد بحر نقط اكبر البحار المغلقة في العالم بحر مغلق موجود في اسيا يبقى كازوين من الجزر التابعة لقرة اسيا هتقول له جزيرة اسمها جزيرة اليابان طب جاوة طب فيلبين لا جميع ما ايه معصبك لان فيلبين واليابان وجاوة من الجزر التابعة لقرة اسيا تعدك او تمتد قرة نقط من دائرة عرض ستة تلاتين شمالا حتى سبع او حتى واحد وسبعين شمالا هي قرة اوروبا طيب من القرات العالم القديمة لاتقع بالكامل في نصف الكرة الشمالي هي قرة اوروبا يحد اوروبا من جهة الشمال المحيط الكتب الشمالي واحنا نسا شابين دفوع الحريطة يقع البحر الكريبي شمال كارت بحر كريبي شمال كارت ايه هتقول له البحر الكريبي بيقع في شمال كارت امريكا الجنوبية لانه احنا قلنا بيفصل ما بين قرد امريكا الجنوبية وقرد امريكا الشمالية. طب يا كاد يا تلامس اليابس الافريكي مع اليابس الاوروبي عنده? اللي اتنين ممكن يلمسوا بعض. امتى? هتقول له اللين اتنين ممكن يلمسوا بعض عنده او يقترب اوروبا مع افريكا عند مضيق جبل طارق. طيب كمان بيقول لك تمر دائرة كتبية الشمالية بكل من قرد اسيا وامريكا الشمالية واه? هتقول له واه? امريكا الشمالية وهو اسيا وامريكا الشمالية دي متورد فيها الدائرة كتبية اللي هي كرة اوروبا. يبقى بتمر الدائرة كتبية الشمالية. كلا من اسيا. وامريكا الشمالية واوروبا. طيب يفصل كرة نقط. عن جزر اندونيسيا في الشمال بحر ارافورا. هتقول له يفصل كرة اسيا. لان انا قلت لك من شوية ان بحر ارافورا بيفصل ما بين اسيا واستراليا. خاصة لان جزيرة اندونيسيا هي من الجزر التابعة لكرة اسيا. تقع جبال نقط غرب بكرة اسيا وتمتد في دولتها العراق وايران. احنا لسه قللين من شوية ان الجبال اللي بتقع في العراق وايران هي جبال زاكروس. تصبح انهار سهول سيبرية في المحيط. قال له في تصبح انهار سهول سيبرية في المحيط الكتبية الشمالي. طب تمتد جبال نقط في اكسر جنوب الشرقي لقارة افريقيا. هتقول له اكسر جنوب شرقي يا جبال او دراكنز بيرج. تمتد سهول بحر الرمال العظيم غار بدولة. قال له في غار بدولة. بيقول لك في جهة من مين؟ هتقول له جهة الغرب من مصر. توجد هضبة الميزيتا في دولة اسبانيا. لان احنا عيني من شوية ان البرانس واسبانيا موجودين في قرد اوروبا في دولة اسبانيا. يوجد نهر نقط في قرد اوروبا ويفصل او يصب في البحر الاسود. طيب الكرة اللي فيها نهر اللي هي قرد اوروبا ويصب بحر الاسود هو نهر الدانوب. طيب تقع هضبة نقط في الشمال الشرق من قرد امريكا الشمالية هي هضبة البرادو. طيب تقع هضبة نقط في شمال امريكا الجنوبية. في شمالها هضبة جيانا. اظهر هضاب امريكا الجنوبية مساحة هي هضبة جيانا. واوسع صور فايدية في العالم يسهل النهر الامازون. وانده بسبب تعدد روافضه. طيب تمتد نقط على تمتد جبال النقط على طول الساحل الشرقي اللي قرها الاكوانوسية هي جبال الحاجز الكبير. طيب ايه الاكوانوسية دي? ان هي قرد استراليا. السهول الساحلية بقرة استراليا تضيق فيه? بيقولك ان السهولة عادة لازم ان تكون ضيقة لما بيكون بيقترب منها فعلا زي ما انت قلت كده بيقترب منها اما جبال او هضاب. فبيقولك ان اكتر مناطق بيضيق فيها في استراليا هي في جهة الايه الشرق. طيب. يتمثل المناخ الاستوائي في كرة افريكا في حوض نهر الكنغو. او بيختفل اكليم الاستوائي في كرة اوروبا. وبتنمو حشائش السافنة ضمن اكليم مناخ. حشائش السافنة احنا الاستعالين هي حرة. فيبتنمو في المداري الحار والموسم. يسود المناخ نقط في شمال استراليا. في شمال استراليا هو مناخ موسمي. ونمو الغابات الموسمية بيؤدي برضو الى قلة عدد السكان. طيب تمتد سواحل الشام وتركيا بقرة اسيا ضمن اقليم مناخ. اتقوله ضمن اقليم مناخ البحر المتوسط. ويسمى اقليم المناخ المعتدد شرق الكارات بالاقليم معتدل. شرق الكارات بالاقليم الايه الصيني. طيب تنتمي اشجار السنوبر والشربين الى الغابات ايوان زي ما انت قلت كده المخروطية او السنوبرية. من اشجار الغابات النفضية واهمها اخشاب الايه? ازاي? جميع الاقاليم الاياتية تسقط فيها الامطار طوال العام مع عدد الاقاليم المناخية اللي موجودة فيه. ما بيعطرش طوال العام. هو الاقليم الطندرة. طيب يعيش حيوان الرنع في اقليم مناخ الطندرة برضو. قرد انتراكتيكا تنتمي الاقليم المناخي اللي بيسموها الاقليم مناخي الايه? ايوان? زي ما انت قلت مدام هي متجمدة فهتبقى اقليم مناخ طندرة. طيب ساعة انتها علامة صحة او خطأ ام العبارة صحيحة. طيب مر دائرة الاستواء بالاجزاء الجنوبية من كرة اسيا والاجزاء الشمالية من كرة افريقيا. لسه يقول لك ان ممكن يجيب لك سؤال صحي وغلط بيقول لك ان دائرة الاستواء بمر بالاجزاء الجنوبية من كرة اسيا ده صح. لكن الاجزاء الشمالية لأ لان في وسطها او في الوسط عندها. تتمثل كرة او كرات العالم القديم في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية. طبعا غلط لان امريكا الجنوبية من العرب الجديد. طيب تحاط اسيا بالمحيطات من ثلاث جهات عادة الجهة الشمالية. هتقول له. لا غلط هي الجهة الشمالية من محيط الكتب الشمالي. يعني ده ما عادة الجهة زي ما انت قلت فعلا غربية. يوجد بقرة اسيا اكبر بحر مغلق في العالم. تمام صح. تطل قرة اسيا من الشمال على المحيط الكتب الشمالي. برضو تمام. طيب صح? قرة افريقيا هي القرة الوحيدة التي يمر بها دائرة الاستواء ومدار السرطان والجهدي. انت بقى ركزي وقوين انت سؤال ده. دايب اللي انت قرات افريقيا هي القرة الوحيدة التي مور بها تلت دوائ hairy العرض. شطرة زي ما انت قلت كده صح? طيب يحد قرة افريقيا من الغرب المحيط الهندي. بيقولك يحد قرة افريقيا من الغرب المحيط الهندي. زي ما انتوا بتفكروا كده. هو قرة افريكيا? مين غربها? يعني بيقول لك من من غرب قرات افريكيا? هي قرات افريكيا? الغرب بتاعها بيحطا محيت هندي? اكيد لا. بيحديها محيط اسم المحيط? طيب تاقترب قرات افريكيا. من قرات اسيا عند ماضيك جبل طارق? يقول لك اسيا وافريكيا? لا احنا قلنا ان اسيا وافريكيا بيكتربو عند لماضيك اسم ماضيك باب المندب. طيب قرات افريكيا تقل بها الجزر و امها جزير متغاشكر و جزر كمر? Was لان هي فيها جزر ابن عشكر وجزر الكمر. يا زادة عدد جزر بكرة افريقيا لأ طبعا يقل. طيب تتقول لكرة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية على المحيط الهادي من جهة الغرب. طيب الباية قدامك ده اسئلة صح وغلط. دي الاسئلة الاهم على الواحدة الاولى اللي قدامك. تعالة بس نعرف اهم الحاجات اللي ممكن تبقى عندنا في الاجزاء بتاعت الملك. بيقول لك ان من اشهر الكرات او بيجي يقول لك كده ان ممكن يجيب لك سؤال ويقول لك في اي زوارة دراسية توجد عزير كرات. طيب طبعا موجودة في كرة اسيا طب بوزاجرس برضو في كرة اسيا طب الهملايا في كرة اسيا طب اطلس في افريقيا البحر الاحمر في افريقيا طيب كينيا في افريقيا كاليمانجارو في افريقيا دراكنز بورج برضو في افريقيا طب القلب في اوروبا البرانس اوروبا لابلايش امريكا الشمالية روكي امريكا الشمالية طب الانديز امريكا الجنوبية والحاجز الكبير امريكا او ناياسي في استراليا او الاتقارة الاوكينوسية طب اللي احنا قلنا في الجدول الاول ده هي الجبال اللي موجودة في كل القرات طيب الهتاب قالك هضبة زي هضبة التبت وهضبة الدكن التبت موجودة في اسيا والدكن موجودة برضو في كرة اسيا شبه الجزيرة العربية موجودة في اسيا الصحراء الكبرى موجودة في اسيا وكمان اسيوبيا اللي الحبشة برضو موجودة في افريقيا محارات الاستوائية موجودة في افريقيا هضبت جنوب افريقيا هضبت الميزيتا جنوب افريقيا في كرة افريقيا طبعا لان موجودة في او موجودة في اقصى الجنوب طيب الميزيتا موجودة في ايوه زي ما انت قلت في اوروبا فرنسا الوسطى في اوروبا المكسيك في امريكا الشمالية لبرادو في امريكا الشمالية جيانا في امريكا الجنوبية والبرازيل برضو في امريكا الجنوبية وبتاجونيا في امريكا الجنوبية الهضب الغربية في اسطراليا والسحراء الكالهاري في افريقيا طيب الانهار برضو بديه كتير جدا في الاسئلة زي الاسئلة الاختياري او الاومة وتجي لك مسلا من اشهر او يقول لك قارم من انهار قارة كزا وقارة كزا او قارب ابيان حيس ان الانهار دي حيس المصب ومن حيس القارة هتقول قوب وينسي ورينة في قارة صح كده اسيا بتصوب في المحيط القدب الشمالي اليانجيسي موجود في قارة اسيا بيصوب في المحيط الهادي طيب السند بيصوب في المحيط الهندي موجود في قارة اسيا تجلى وفراب بيصوب في الخليج العربي او في البحر العربي وقارة اسيا ونهر النيل بيسب فيه او موجود في كرة افريقيا بيسب في البحر المتوسط طيب يبقى نهر النيل قلنا في كرة افريقيا وقلنا بيسب في البحر المتوسط طيب النيجر النيجر برضو بيوجد في كرة افريقيا وبرضو بيسب فيه ايوان زي ما انت قلت كده النيجر في خليج غينية طيب نهر الكنغو وورنج موجودين في كرة افريقيا وبيسبوا فيه المحيط الاطلانتي المبو برضو بيسب في المحيط الاطلانتي وموجود في كرة ايوان افريقيا الفرجة. في كره اوروبا بيسب في. حني يستقبل فرجة بيسب في.ены gobierno. طيب IL DANOB. قالك ان الدانوب برضو. ده من اشهر. الانهار موجودة في كره اوروبا. وبيسب في البحر الاسود. الراين. من اشهر الانهار برضو اللي موجودة في كره اوروبا. وبرده بيسب في بحر الشمال. نيلسون قلنا ده وتبي 했어요. بيسب في خليج. و еدسون. سنت لورنس بيسب في سانت لورانسو موجود في امريكا الشمالية الميسيسبي موجود في امريكا الشمالية وبيسب في خليج المكسيك القريانكو موجود في امريكا الشمالية وبرضو بيسب في المحيط الكودي او محيط الاطلنتي ناسف الامازون موجود برضو في قارة امريكا الجنوبية وده بيسب في المحيط الاطلنتي طب البلاتا وبرانا وبراجوي موجودين في امريكا الجنوبية وبيسب في الاطلنتي وميري ودارلنج بيصبوا في الخليج الاسترالي الكبير وهم موجودين في كرة استراليا طيب برضو الجبال احنا جايبينها كرة زي ما حالنا الفوق هنعرف بس الدول توروس موجودة في تركيا وزاوروس موجودة في العراق وايران وهضبت الدكن موجودة في وسط الهند جبال البحر الاحمر موجودة في ايوة زي ما انت قلت كده في مصر والسودان واليتريا كلاشو موجود في لبيا واسعل الصحراوي هلوة المية زيزة موجودة في اسبانيا وبسرول نهر الليبلاتا موجودة في اوروبا موجودة성 دولة في الارجنتي طيب toe القرر والجزر طبعا الجزر زي الفلبين وهي جزر مدغاشكر وجزر كور وتاسمانيا واليابان النيوزيراندا دي موجودة في الكارات بتاعتها هيبقى فيلبين في اسيا المدغاشكر موجودة في افريقيا جزر كمر موجودة في وافريقيا تاسمانيا في استراليا نيوزيلندا موجودة في استراليا اليابان موجودة برضو في اسيا ايسلندا في اوروبا بريطانيا في اوروبا البحيرات العظمى امريكا الشمالية وشبه جزيرة الملايو موجودة في ايوان في اسيا طيب دي الاخليم المناخية من حيث سكوت الامطار واهم الغابات واهم الحشائش تعال ان نعرف كده الاستواء الاستواء عطول امطار طوال العام بتنمو فيه غابات كسيفة ومتشابكة من اهم اشجارها اسمها المهوجني والمطاط وموجود فيها برضو الزواحف وبعض الحيوانات اللي بيسموها زي الزواحف والحيوانات المتسلقة اما الغابات في المدارة فهي غابات استواءية اقل كسافة من اشجارها الصند اما بالنسبة للموسمه هي غابات موسمية فهي بتنمو الغابات الموسمية بسبب غزارة الامتار من اشجارها جوز الهند طيب البحر المتوسط بيمطر في فصل الشتاء المعتدل شرق القراط السيني بيمطر طوال العام غرب اوروبا بيمطر طوال العام وبيزيد في الربيع والخريف في الخريف والشتاء طيب معتدل البارد لورانسي بيمطر طوال العام اما التندرة بيمطر امطار قليلة وبتسكت السلوب في فصل الشتاء وتسكت امطار قليلة في الصيف الغابات هي الغابات البحر المتوسط فهي غابات دائمة الخضرة وتسمى ببحر المتوسط او المعتدلة الغابات بتاعة الاكليم الصيني اسمها غابات الاكليم الصيني من اهم اشجارها السفصاف والبلوت غرب اوروبا وهي غاباتها نفضية ومن اهم الاشجار هي الزين والمعتدل البارد اللورانسي هي من اهم النقاط الموجودة فيها او الغابات الموجودة فيها الغابات المخروطية ومن اشهارها السنوبر والشربين والطندرة بتنمو فيها تحالب في وقت زباد الجليد تعرف باسم تحالب الطندرة طيب دي كده اهم الاسئلة اللي ممكن تتعرض لها في اول نقاط المهمة بيقولك ان ليه قارة اسيا اكبر قارات العالم هتقوله طبعا بسبب انداتها الفلكي من واحد ودعملين شمالة لعشرة جنوبا ومن خاطة طول ستة وعشرين شرق المية وسبعين غرب كمان برضو المؤادة الطبيعية بقارة اوروبا بسبب قصر التعرض بالسواحل وده سؤال بيتكرر كتير جدا ومن اشهر الاسئلة طيب من ضمن كمان الاسئلة اللي هي بتتكرر زي تعد استراليا من الجزيرة كبيرة ولا لان بها لو بيحبها المياه من جميع الجهات السؤال التاني هو السؤال ده اتكرر في اكتر من محافظة في الانتحانات يجي يقولك تعرف هلو بتبطيب سقف العالم هتقوله بسبب ارتفاعها عن كمم الجبال طيب اي سهول ومن اكتبلك اي سهول ضيقة في قارة افريقيا وغرب امريكا الجنوبية او شرق استراليا او اي قارة ايه يقولك ليه بيتميز باقتراب او بيتميز السؤول دي بالضيق هتقوله بيتميز كلها بالضيق هتقوله بسبب ايه كلها ضيقة بسبب اقتراب حفاءة جبال وهضاب من الساحب بيسود المظهر الهضبي في قارة استراليا هتقوله بسبب التساع بساحة هضاب قارة استراليا او كاس في قارة استراليا وقارة افريقيا اللي اتنين بيسود فيهم مظهر الهضبي طيب السهول اللي انشاءها المواني بسهولة سحلية في قارة اوروبا وهي بسبب قصر التعرج سواحل قارة اوروبا الاهمية الاقتصادية للسهولة الفايدية طبعا ما بيكون اراضي خزبة صالحة للزراعة اهمية سال اوروبا العظيم هي تربة طينية خزبة صالحة للزراعة ويوجب بها المدن الاوروبية طيب تعددت خصائص السهولة الفايدية في قارة امريكا الشمالية هتقول لانها تمتد من المحيط ركود بالشمالي الى خليج المكسيك جنوبا ومتسع في الوسط ويغطي الجليد اطرافها الشمالية ويوجب بها بحيارات العظمى في كندا والولايات المتحدة طيب يتميز حوض الامازون وساحل غينة بافريقيا بانتفاع درجة الحرارة وسكوط الامطار هتقول له ان سكوط الامطار لو طوال العام يبقى وقعها في المناخ الموسم الاستواء والذي تميز بانتفاع الحرارة وسكوط الامطار طوال العام طيب اتعد حشائش سافنة حضركة حيوان طبيعية هتقول له لان بها حيوانات ااكلة عزب واخرى ااكلة لحوم طيب في درج حشائش سافنة كلما اتجهنا شمال وجنوب من دقائرة الاستواء على حسب كمية الامطار تنمي الغابات الموسمية في شبية جزيرة الهند الصينية جنوب الصينة هتقول له بسبب غزارة الامطار سيفا وده اللي بتسكت في اقليم الموسمي اهمية حشائش الاستبسك الصادية استخدم كمرة طبيعي تسمية الرغابات النبضية بها زال اسم هتقول له انها تنفض اوراقها شريئا لشدة البرودة امتدت جميع الاقاليم المناخية في كارة اسيا هتقول بسبب ساعة مساحتها وامتدادها على عدد كبير من دوائر العرض دي اقسل بما النتائج يعتبر هي نفس العسئلة بس احنا بنقول النتجة المترتبة عليها وماذا يحدث وده اهم المقارنط اللي كنا احنا بنتكلم عنها في مواسم تقوط المطر والغابات وكل الاجزاء اللي انت محتاجها النيجن الواحدة التانية لازمة تبقى عارف بس من اشهر الحاجات اللي موجودة فيها هي يعني ايه سلالة بشرية هي مجموعة بشرية تتشاهد في الصفات الجسمية الخارجية طبعا هجرة غير شرعية وهي الهجرة الخارجية اللي اكتبت من خدايا الوسائل غير قانونية الديمغرافية علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع السكاني زيارة طبيعية ناتج الفرق بمعدل مواليد ومعدل الوفيات تركيب عمري هو دراسة عدد من نسبة كل مجموعة من السكان المنطقة وفقا لفئة عمرية قوة العمل هو عرض الافراد في سن العمل والقادرين عنه سواء كانوا يعملون فعليا او يبحثون عن عمل طب السلالة اللي هي الاسكيمو سلالة بشرية نقية توجد في شمال كندا والاسكا طيب ده كده تعتبر الأسئلة اللي موجودة على الجغرافية في الواحدة الاولى والتانية وانا ان شاء الله هستعرض معكم كده من اهم النقاط اللي ممكن تجينا طبعا كل الناس بان نركز على دول زي الدخل اقتصادي مرتفع دول زي الدخل اقتصادي مخافض ايه اهم الدول لما تفتح كده مثلا الكتاب بتاعك او تبقى مركز معاني كده وانا بحلم هتلاقي ان في كل جزء من الاسئلة انا جايب لك مجموعة وبقول لك تنتمي لاني نوع من السلالات مثلا او جايب لك السلالات وبقول لك اقسام همين او مثلا مناطق تركز ويقل بها السكاية تعالنا نعرف كده السلالات الزنجية هنقسمهم زنجية مغولية كوكازية دي السلالات الاسكيمو دي سلالة زي ما انتو بتقولوا كده سلالة ايه مغولية بنتو زنجية مجموعة القلبية كوكازية الاسكيمو لاكزام زنجية جامعة التنجو مغولية جامعة النوردية الشمالية كوكازية تاب فش من هنا هوت نتوت انت Heronotol homer مغولية حميون مغولية مجموعة سكان حض البحر المتوسط كوكا زي مغولية مجموعة سكان حض البحر المتوسط كوكا زي الثنوب سودانيون طيب اذكر سلالات البشرية المتشرة في كل منطقة كندا وقلسكا كندا وقلسكا سلالات مغولية الصين واليابان مغولية غرب ووسط اوروبا كوكازية شمال السحراء الكبرى كوكازية قرب دائرة السواب افريقيا زينجية دول جنوب شرق اسيا مغولية منغولية مغولية سايبيريا مغولية كوريا مغولية طيب اي المناطق التالية يتركز بها سكان وايهما يوكل بها السكان طيب سوء النهر الجنج يتركز بها سكان جزيرة جاوة اكثر مناطق ازدحاما في العالم بالسكان وبرضو يتركز بها السكان سهول سايبيريا يقل سهول نهر النيبر يقل باريس تتركز فنلندا والنرويج بيقل بسبب شدة البرودة هذا بتب برازيل بيتركز سدني بيتركز لوجود المدن الكبرى سواحل المغرب العربي بيتركز قستاريكا بيقل سهول وادي النيل بيتركز كينيا وغندا بيتركز فوق المرتفعات لاحتدال منخها طيب تعالي نعرف كده دول زي دخل اقتصادي او حسب التصنيف الاقتصادي دول شرء اوروبا من الدول الشاد دخل اقتصادي مرتفع تركيا موقع المتوسط هي يقと أقل من المتوسط دول الخليجي العربي مرتفع دول غرب اوروبا مرتفع ومصر والمغرب من الدول الاقل من المتوسط زي ما احنا كده صنفنا الدول على حسب الدخل الاتصادي هيدا بقى نشوف بعض الدول زي الرعاية الطبية المرتفعة بقى لك مصر والأردن والإمارات دي من الدول زي الرعاية الطبية المرتفعة طب معظم الدول في كارة أفريقيا زي النيجر وأسيوبيا من الدول زي الدخل اللي بيسموها زي الرعاية الطبية المنخفضة ونيبال في أسيا برضو من الرعاية الطبية المنخفضة أما معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا كلهم دول زي رعاية الطبية فائقة طيب تعال افترض مع بعض كده بمعظم الاسئلة اللي بتيجي في بما تفسر طبعا الاختيار هو ايه الصحة وغلط اللي بيجي على الجزء بتاع الواحدة دي هو نفس البرامج او نفس الجداول اللي انت شفتها من شوية فاحنا بنقسمه على صحة وغلط او اختياري فانت لما تحفظ الجداول دي كويس جدا هنبدأ ان انت تعرف تهل كل الاسئلة الاختيارة والصحة وايه وغلط طيب تعال كده نعرف ليه بيقول لك ان في عدد كبير جدا من الزنوب في الامريكاتين. الدول اللي مليها عدد كبير جدا من الزنوب في الامريكاتين ده بسبب الهجرة اللي كانوا بيعملوها اللي بتسموها الهجرة الاجبارية. يعني كانوا بيجبرو الناس زمان قدمنا لتجارة العبيد او الرقيق انه هما يعملوا في المزارع الاوروبية. كمان زيادة نسبة الجنس المغولي في العالم. ودي لان النسبة كبيرة جدا من سكان الصين ودول شرق كنوب شرق اسيا. طبع حاليا ما يعرب السلالة النقية إلا في المجتمعات البداية طيب العرب ليسوا من سلالة واحدة هتقوله لأن الفتوحات والهجرات أدت لاختلاط العرب من السلالات الأخرى يتركز سكان العالم في المدن الكبرى هتقوله بسبب وفرة فرص عمل وهي وفرة الخدمات ومناطق الصناعية بيتركز سكان في جزيرة جاوة أو سهول وادي النيل وسهول البنباس هتقوله لأن بيتوفر فيها التربة الخصبة والمياه العزبة كلت السكان في سهول سيبيريا وألسكا بسبب شدد البرودة كلت عالد السكان في المناطق الاستوائية بكارة أفريقيا بسبب نمو الغابات الكسيفة والطبيعة القارصة اللي بيسموها الطبيعة القاسية يعني أن هي ما بتبقاش الناس تقدر تعيش في المكان ده وكمان في انتشار أمراض بيتركز سكان في المناطق المرتفعة بالدول المدرية في كارة أفريقيا وده في كينيا وأغندا لاحتدال المناخ بسبب الارتفاع وبيتركز سكان في الساحل الشمال الشرقي هو مناطق بسموها مناطق البحارات العظمى بالولايات المتحدة وده بسبب وجود موارد اقتصادية الضخمة والمدن الكبرى طيب بيتركز سكان في الجنوب الشرقي لقارة أستراليا وده بسبب وجود المدن الكبرى ومناطق الصناعية وانخفاض كسافة السكانية في شمال أستراليا بسبب وجود الرغابات الموسمية وحشائش السفن طيب كلة السكان في شمال أستراليا قلنا بسبب وجود الرغابات الموسمية وحشائش السفن كلة السكان في وسط وغرب وداخل أستراليا بسبب سيادة الظروف الصحراوية يعني بسبب انتشار الصحراء اللي موجودة جواها أو في الوسط والغرب وارتفع كمعدة لمؤاليد في كارة أفريقيا وده بسبب انتشار الأمية والفقر والاعتماد على الزراع البداية والرعي وكمان انتشار لعائلات تقاليد الخاطئة زي الزواج المباكر للناس أو الرغبة في انجاب عدد كبير من الأبناء زي ما انت عايز يعني ارتفعك معدل وفيات في كارة أوروبا هتقوله بسبب زيادة عدد كبار السن طيب زيادة عدد كبار السن في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية هتقوله بسبب توفر رعاية طبية الفائقة في الدول أوروبا فبالتالي زيادة عدد السكان كبار السن بيزيد وفي أفريقيا أو في الدول النامية بيقل انخفاض معدل وفيات في مصر وده بسبب اعتماد مصر أو بسبب ان مصر بدأ اتتم بالرعاية الصحية والاعتماد بصحة الأطفال ووصول نسبة المتعلمين في مصر الى خمسة وتين في المية هتقوله بسبب زيادة الاعتماد بالتعليم وجهود الدولة في مجالات محو الأمية طيب يجي يقولك معظم دول كارة أفريقيا زياد دخل اتصادي منخفض هتقوله بسبب اعتمادها على معظم دول أفريقيا على الزراعة ولا تحقق الدخل الاتصادي المنخفض طيب سؤال زي ما رأيك يقولك ما رأيك التمييز بين الشعوب على أساس السلالات هتقوله أرفض طبعا ايه التمييز بين الشعوب حيث السلالات البشرية أصلها كلها أصل واحد وتم تقسيمها على أساس ظاهري لكن حسب الشكل الخارجي وليس الجوهري وفلا توجد سلالة أكثر زكاءة من سلالة أخرى ولا قادرة على العمل والإبداع أكثر من سلالة أخرى طب ايه النتيجة مترتبة على تساوي معدلات المواليد مع معدلات الوفيات في كارة أوروبا هتقوله أصبحت الزيارة الطبيعية في أوروبا أصغر أي سابتة عند عدد سكان سابت ارتفاع معدل المواليد والخفض معدل الوفيات في مصر هتقوله وصل معدل الزيارة الطبيعية في مصر إلى خمسة وعشرين وثلاثة من عشرة أو اثنين من عشرة ناسف في الألف وهو معدل مرتفع وكمان الدولة بدأت تتحمل سيزالة طبيعية ميزانية ضخمة كبيرة جدا من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى ارتفاع الصغار السن في الدول النأمية هتقوله بتتحمل الدولة برضو ضخمة ومن أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم والخدمات يعني ممكن يجيليك الشكل بكتر من سؤال يعني دي سؤاله هو بشكل هو دي سؤال نفس الإجابة بشكل تاني طيب ماذا يحلس إذا؟ انخفضت معدلات المواليد في كارت أفريقيا هتقوله انخفضت الزيارة الطبيعية في كارت أفريقيا وارتفع مستوى المعيشة والأجور والمستوى الصحي لو زادت اهتمامات الدولة بتعليم الإنس هترتفع نسبة تعليم الإنس هتنخفض نسبة الأمية بها كمان هتنخفض نسبة المواليد يجي يقولك ارتفاع على الأطباء في ناجيريا وأسيوبيا واريتيا والنيبال هتقوله أصباح ابن الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة وتقل بها نسبة الوفيات قامت أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها الزراعية والمعدنية في التصنيع هتقوله قدع لذات الدخل القومي وارتفع مستوى معيشتها وتوفر فرص وكمان حل مشكلة البطالة طيب دل العالم توجد عدة عوامل مؤسرة في معدلات الوفيات في العالم هتقوله مستوى السكان والتغزية والرعاية الصحية وكمان تقل الوفيات في الدول اللي بتراعي الوقاية الصحية واللي كمان بالصحة وحماية البيئة من التلاوز وبيزيد معدلات الوفيات في المراض اللي فيها تقل فيها الرعاية الصحية وبنتشر فيها الأمراض وكمان الحروب والكوارس الطبيعية زي الكفاف والزلزال وده بيؤدي لزيادة معدلات الوفيات طيب يعتبر عدل الأطباء مؤشرة مهما هتقوله لأن كل ما زال عدل الأطباء بالنسبة للسكان في دولة الماء زيال كأدى على زيادة الرعاية الطبية اللي بيسموه تنوع الاقتصادي او الخصائص الاقتصادية هتقول له توجد دول زي الدخل الاقتصادي مرتفع ودول زي الدخل الاقتصادي فوق متوسط ودول زي اقل من المتوسط ودول الاقتصادي زراعي الدول اللي بيسموها دول باعتمد على الصناعة والخدمات هي دول بتستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة وتركز سكانها في معظم او في المدن في مستويات معيشة مرتفعة ومن امثلتها دول غرب اوروبا دول زاد دخل فوق متوسط تعتمد على التصنيع النامي وهي تعدل انشاط التقليدية من امثلتها تركيا. طيب دول اللي اقل من المتوسط تعتمد على التصنيع والتنمية ولكن انشاط اخرى من امثلتها مصر والصين. اما دول زاد زراعة المنخفضة تعتمد على الزراعة ويتركها سكانها في ريف مثل الكنغو. طيب ارتبط مستوى الدخل ومستوى المعيشة بالنشاط الاقتصادي هتقوله لان الانشاطة الاقتصادية بتؤثر على مستوى الدخل ومستوى المعيشة. حيث ارتفع مستوى المعيشة في الدول اللي بتعتمد على نشاط الصناعي. وبينخفق مستوى المعيشة في الدول اللي بتعتمد على النشاط الزراعي. طيب. انخفاض نسبة الامية في الدول المتقدمة. هتقولوا هيستصل نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة الى اكثر من خمسة وتسعين في المية. طب ايه العلاقة بين ارتفاع معدلات المؤلد والعائلات التقاليد. هتقول له ان انتشار بعض العائلات التقاليد السلبية مثل الرغبة في الانجاب عدد كبير جدا من الابناء والزواج المبكر ادى الى ارتفاع معدل الموليد. طيب معدلات تعليم الاناس وعادات تقاليد الشعوب هتقول له تؤدي بعض المعتقدات الخطأ وتفضيل الزواج المبكر الاناس الى انخفاض معدلات تعليم الاناس. طيب المناخ وتوزيع السكان بيتركز السكان في مناطق المعتدلة مثل السوء الساحلية بينما يكلون في مناطق الاسوائية ومناطق الصحراوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. طيب التدريس ومناطق تركز السكان بيكل السكان في مناطق الجبال والهضاء وبترتفع الكسافة السكانية في مناطق السعود الفائدية والمناطق الساحلية. متوزع كمان السكان والمدن الكبرى وبترتفع الكسافة السكانية في المدن الكبرى بسبب اوفرة فرص العمل والخدمات المتنوعة والمدن الصينوحية. طيب الدخل الاقتصادي عن نوع النشاط. قالك هي حرفة صينوحية تؤدي الى زيادة الدخل اما الزراعة البداية فهي تؤدي الى كلة الدخل. دي اسئلة زي يوضح توجد مناطق السلالة النقاية في العالم. لهي سكان غايبات حوض الكنغو وصحراء الكلهاري بافريقيا. الاسكيمو وهما سلالة مغولية تعيش في الصحراء الطندرة البردة شمال كندا. الهنود الحمرو هي سلالة مغولية تعيش في الامريكتين وخاصة في غايبات واجبية الامريكا الجنوبية. الاستراليون الاصليون وهما سلالة زنجية. طيب كارم بين شمال غرب افريقيا وجنوب شرق استراليا من حيث اسباب ترك السكان فيه. في شمال غرب افريقيا بيترك السكان لوجود سهول السحلية المعتدلة. وكمان التربال خزبة. في وجود شرق في جنوب شرق استراليا بيترك السكان بسبب وجود الاراضي الزراعية الخزبة وسهول نهر مير وضادلينج. فيجي يقول لك ما مقتراحاتك لتحول مصر من دولة زي الدخل اقتصادي مرتفع او اقل المداصد الى دخل اقتصادي مرتفع هتقول له تعتم بالتعليم والصناعة والخدمات. كده احنا بخلصنا المنهج بتاع الجغرافيا في المراجعة الاولى. وان شاء الله نلتقي مرة اخرى في مراجعة الامتحان للتاريخ. اه اتمنى منكم ان انتم تذكروا بيهدوق او ما يكونوش متوترين. اه الموضوع ان شاء الله هيكون سهل بازن الله الامتحانات هيجي بازن الله كويسة. الناس مزاكرة اه تكون مهتمة جدا بالمنهج. اه من المناهج اللي بيكون اه تقيل جدا على منهج التالت اعدادة بس هو اه مش صعب على طالب مزاكر او طالب يجتهد. اجتهد فان شاء الله يكون نصيب لي بازن الله من النجاح والتوفيق. اه وانتظر تعليقاتكم في الكومنتات وانا ان شاء الله بقدر المستطاع هنرد على كل الاسئلة اللي ممكن تتسئل. وربنا يا رب يوفق كلكم وانا نتوقع على خير واذن الله.